السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم جميعا في آيات القرآن لما نحب نشرح القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا وبدينا رسالة في الآية 6 من سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث بعضهم قال لهو الحديث لهو الكلام اللي نضرب من الحارس كان بيجيب قصة استفهة من فارس وكسرة وحمير ومملكة حمير وعشان يلهي الناس عن سماع القرآن وعن دين ربنا ودعوة الإسلام واللي عمل في الموضوع ده في المدينة نفس في الموضوع عبدالله بن أبي بن سلول عمل مسج الدرار برضو عشان يلهي الناس ويخدهم من الدعوة ويفرق المسلمين فالمهم ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال لهو الحديث الغناء والباطل وأي شيء والهيك عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله وعن طاعة الله كل ده يعني تبقى لهو الحديث وإن شاء الله نفصل لكم في يوم بعد كده الحاجة دي طبعا بغير علم من غير علم الناس دي بياخد الدين لعب وعملية كده سهلة وخلاص والناس دي ربنا سبحانه وتعالى بشرهم أن هما هيكونوا في العذاب الأليم بس الآية اللي أنا عايزة أتكلم فيها وحاول أركز فيها معاكم الناس دي رغم أن هما أخذوا لهو الحديث سواء الغناء أو الكلام في الباطل أو القصص اللي ما لهاش لازمة واشتروا الحاجات الباطلة الخيبة اللي ما لهاش نفع بدلوها بدين ربنا سبحانه وتعالى يعني بدل ما ياخدوا الدين والإيمان والإسلام خدوا الباطل وبدأ يشتغلوا في الباطل الحاجات اللي ما لهاش أي لازمة هاي عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولاه الحياة الدنيا لاعب ولاه والمهم نشوف الناس دي بيرضوا من الأشياء اللي عملوها ناس خاسرين ليس لهم تجارة سبحان الله الأشياء اللي ربنا عز وجل أتكلم عنهم فيه أن هما وإذا تتلى عليه أيتهم كيف يتعامل مع القرآن الناس أهل الباطل اللي اشتروا بدلوا الشيء الثمين اللي لقيمة بالباطل واللهو والضلال والحاجات اللي تفع اللي ما لهاش أي قيمة الناس دي بدأ يسخروا من المؤمنين والمسلمين ويسفهوا الأراء والأفعال ربنا سبحانه وتعالى قال بسبب ضلالهم وإنهما ناس تجار خيبة قوي فما ربحت تجاراتهم وما كانوا مهتدين إنهما بدلوا الحق باللهو والباطل والكلم الفاضي والكلام ده طبعا بعض العلماء قالوا دي الأغاني اللهو والسمود والباطل وكل الحاجات دي كل دي تعتبر إيه اللهو الحديث الحاجات دي كل دي تعتبر دي إيه الأغاني ومن الأشياء اللي رسول صلى الله عليه وسلم تكلم عنها قبل قيام الساعة انتشار القينات المغنيات والمعازف والحرام وكل ده كلام حرام كله ولكن فيه ديتيلز ممكن بتكلم عنها بعدين هل الغناء حلال ولا حرام والله إذا كان بيثير غريزة وكان فيه مسحوب بالموسيقى والانسترمينس والحاجات دي كلها ده حرام وأنا بالنسبة لي كل الغناء اللي موجود على الساحة الآن كله حرام يجيب واحدة تتقصع وعريانة وقاللة الأدب وكلام يثير الغرائز ويعملوا حاجات كلها حرام فحرام غنائي الحاجات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعملها كان يحدو بها الحداء وكذا كانت حاجات اللي مش مصحوبة بأي حاجة ولا مصحوبة بطبلة ولا مصحوبة بتاعه حتى الجريتين اللي كانوا في بيت رسول الله في يوم بعث يوم العيد وابو بكر نهرهم الرسول قال تركهم في أنه يوم عيد كانوا بنات صغر وعلى الدف كده بقولوا كلام حماسي اللي بقولوا في الحروب وكلام ده يعني الرسول كان وهو بيحفره الخندق اللي كان حول المدينة قال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم للأنصار ولولا الحنتة تستوداء ما سمنت عذاري كلام حلو بيشحذ الطاقات ويحض على العمل وكذا إنما هذا اللي بدل الحق بالباطل واشترى الحاجات اللي ملهاش لازمة حاجات خيبة وبدلها بالقرآن والدين والدعوة إلى الله ربنا عز وجل بيدينا صفات الناس دي أو إياك أن تكون واحد من هؤلاء الناس قال وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرة شوف الكبر بقى اللي عنده مش عايش حتى يدي لنفسه فرصة يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى كأن لم يسمعها عامل حاله مسامع كأن في أذنيه واقرة أفلهم خلاص ديفنس كده فبشره بعدها بقى لي عذاب أليم عذاب في إهانة وعذاب مهين وأليم فمهمة أوي عشان ربنا يهديك إنك تسمع القرآن ابتعد عن الكبر إياك أن تتكبر وابتعد عن العناد العناد يرسي الكفر الكبر والعناد ما هم دول أهل قراش ماتوا في فدري ليه كفار دول بسبب الحكتين دول الكبر والعناد والله يعرفين إنه محمد صح ودين محمد صح والقرآن صح حتى قالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فهم كان عندهم كبري وعناد شديد جدا سبحان الله ما بيحاولش حتى يدي لنفسه فرصة تسمع القرآن تسمع الأحديث النبي صلى الله عليه وسلم بل تجاهل وإذا تتلع عليها أيتون أولا مستكبرا كآل لم يسمعها كأن في أذنيه وقرة فبشره بعذاب أليم كأن في أذنيه وقرة فبشره بعذاب أليم عنده لا مبالاة أغلق أذنيه أغلق قلبه عقله للاستجابة عن الحق ما عادش عنده إدركات خالص مش عادش يسمع بالمرة كأن في أذنيه صمم لا يريد أن يسمع الحق ويتفاعل مع الحق هذا الإنسان بشره بعذاب أليم هذا الإنسان بشره بعذاب أليم بشره بعذاب أليم سبحان الله هذا بسبب السخرية كان يسخر من الإسلام يسخر من القرآن يسخر من الدين ولما يقول بشره ربنا يقول لك عز وجل بشره معناته ربنا بيسخر منه لأن البشر الحاجة الطيبة لما تقوله بشره بعذاب أليم ده مصيبة كبيرة جدا جدا تعرف زي إيه ربنا سبحانه وتعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر طيب بعدها انت عايز تكفر انت حر بس اسمع لقال بعدها بقيت الآية إن أعتدن للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا عشان بقوا في النار يغاثوا حديلوا عشان يشرب ويشرب بس يغاثوا بايه بماء إن كالمهل يشوي الوجوه بماء إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وسأت مرتفقة يغاث بماء ولكن كالمهل يشوي الوجوه بشيره بأيه بحاجة حلوة لا 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 ده عذاب قليم ربنا بيصخر فيه واستهزأ فيه وهذا انذار بعذاب مؤلم لمن تجاهل القرآن لمن تكبر على القرآن لمن كان فيروس تابرن يعني معاند وتجاهل لا مبالاة صمم ويقعد بيسمع الأغاني واللهو والباطل وقعد يرقص وطبل وغن مع اللي بطبله وبغنوا أهل الضلال دول دول عندهم سبحان الله يا ربنا عز وجل قال إن الذين يحبون أن تشيع ده مجرد بس يحب أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا ده ما بالك بقى اللي هو بيشيع الفحشة ده نهره ده هاي بقى ده هياكل ضرب هياكل ضرب إيه سبع دي إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا لهم عذاب قليم في الدنيا زي في الدنيا والآخرة واللهو يعلموا أنتم لا تعلموا ده اللي بيحب يشيع الفحش فبالك بقى أهل الضلال بقى اللي بيتحمل ضلاله وضلال غيره الممثل الخايب الممثلة التفهة المغنية اللي بترقسه ومعرية جسمها وقعدة بتطبل وتزمر والعمرة قيرت أيها من القرآن ولا بيفهم وحاجة في الدين وتركين الصلاة والدين والضلال ده كله والخمرة وقلة الأدب اللي بعملوه فبدل أن يغضوا القرآن للهداية والاستماع وفرصة يدي النفسهم فرصة لا بيتكبروا طيب الدروس المستفدة من الإياه دي خطورة للكبر إياك أن تتكبر إذا رفضت النصيحة وعدم قبول الحق للكبر غمط الناس وعدم ورد الحق للكبر ده مصيبة كبيرة يبقى بلاش التكبر وأهمية التواضع أما تتواضع تسمع وتتفكر وتتدبر لإياهة الله عز وجل والقرآن الكريم بيوجهنا وبيشجعنا إن إحنا نسمع ونتدبر آيات الله سبحانه وتعالى وللسجابة للهداية ما تتجهلش كلام رب العالمين الخلاصة في الآية دي صورة واضحة لمصير من تجهل الحق وتكبر على آيات الله وعلى القرآن الكريم وعاند آيات الله في هذا الإنسان عقابه مؤلم بسبب الكبر ورفض الهداية أنا ممكن أعاقب حد لإني بحبه وعشان أكرمه ابني عمل غلطة بقضربه ضربه بس لتكده بقدبه بيها إنما ما يكون العذاب الأليم معناتها فيه إهانة معناتها فيه خلود في النار معناتها سيقلت في النار أنا أسأل الله عز وجل يا رب أن يشرح صدرنا للإيمان ألا منشرح لك صدرك نتقبل الهداية ولا نتكبر ولا نعاند ونحاول ندي نفسنا فرصة نسمع كلام ربنا ونتفكر فيه ده مهم جدا جدا إنما الكبر على الحق هذا مصيره جهنم والإعاذ بالله أسأل الله أن يهدينا وأشرح صدرنا ويرحمنا ويوحد صفوف المسلمين وأهد الشباب المسلمين ويرد المسلمين إلى ديني ردا جميلة يا رب العمين انشروها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته